السلام عليكم ورحمة الله طلاب العزاء طلاب الفرقة الأولى في مادة الدرسات الكمية شعبة اللغاء العربية بدأنا في مادة درسات الكمية نتكلم على البرمجة الرياضية وأنواعها وكيفية صياغة المشكلات في صورة البرمجة الرياضية وتحديدا بدأنا نتكلم على البرمجة الخطية كانوا خاص من أنواع البرمجة الرياضية أخذنا صياغة المشكلات في صورة البرمجة الخطية والحل البياني لمشكلات البرمجة الخطية في محاضرتنا اليوم ان شاء الله هنتكلم على حل البرمجة الخطية جبريا باستخدام طريقة سيمبلكس الحقيقة هنلقى انه فيه ثلاث انواع من انواع المشكلات التي يمكن حلاها باستخدام طريقة السيمبلكس النوع الاول كل القيود اقل من او يساوي النوع الثاني ان احد القيود او كلها اكبر من او يساوي والنوع الثالث ان احد القيود في علامة التساوي ففي محاضرتنا اليوم هناخد نوع واحد فقط وهو ان كل القيود الهيكلية اقل من او يساوي يبقى كل القيود الهيكلية اقل من او يساوي غالبا دي هتكون مشكلات فيها نهاية عظمة يبقى عشان كده هنكون محددين اكثر هنقول النهاردة محاضرتنا حل البرمجة الخطية جبريا باستخدام طريقة سيمبلكس في حالة ان دالت الهدف نهاية عظمة وكل القيود الهيكلية اقل من او يساوي قبل ما نبدأ شرحة كده هنلخص الخطوات كلها دي الخطوات خطوات الحل بطريقة سيمبلكس ممكن نلخص الخطوات في ست خطوات اساسية الخطوة الاولى تحويل المتباينات واقصد بالمتباينات هنا القيود الهيكلية الى معادلات باضافة متغيرات جديدة الخطوة رقم اتنين هنشوف حل مبدأي والحل المبدأي هنا هنحط المتغيرات القرارية بصفر ونجيب لحقيقة قيم المتغيرات الجديدة ونجيب قيم الدالة الهدف يبقى الحل المبدأي بانه نضع المتغيرات القرارية بقيم صفرية خطوة رقم 3 هنحط النتائج من 1 و2 في جدول هنسميه جدول سيمبلكس المبدأي فبسميها تكوين جدول سيمبلكس المبدأي الخطوة رقم 4 الخطوة رقم 4 ان احنا هنحاول من جدول سيمبلكس المبدأي نحاول العمود محواري وصف محواري وعنصر محواري وحنتكلم بالتفصيل عن خطوة رقم 4 نقصد بها ايه الخطوة رقم 5 الحقيقة هنشوف من الخطوة رقم 4 هنكون جدول سيمبلكس الجديد بتلت خطوات موجودين بالتفصيل في الكتاب في صفحة 57 واحنا نشرحهم لكن دايما هنرجع للتلت خطوات دون الموجودين او بسميم تلت قواعد موجودين في الكتاب في صفحة 57 الخطوة رقم 6 والاخيرة فحص امثالية الحل وفي هذه الحالة الحل اللي هي في كل القيود اقل من او يساوي قيود الهيكلية هيكون الامثالية بانه اخر صف تكون كل فيه المعاملات كلها صفرية او سوالي بقيم صفرية او سوالي ده ملخص خطوات الحل بطريقة السيمبلكس هنمشي مع بعض دلوقتي خطوة خطوة وانطبق الخطوات دي لكن معرفتك للخطوات مجمعة في الاول بشكل ملخص بيسهل علينا خطوات الحل في المسألة اللي جاية ناخد مثال مثال تلاتة موجود في الكتاب بشرح تفصيلي من صفحة 4759 المسألة كالتالي حدد قيم سين واحد وسين اتنين التي تجعل الدالة التالية وهي دالة الهدف ده السين بتساوي ربعة سين واحد زائد خمسة سين اتنين نهاية عظمى بشرط انه وفي عندي هنا الحقيقة تلت شروط او تلت قيود هيكلية القيد الاولاني سين واحد زائد اتنين سين اتنين اقل من او ساوي اتناشر القيد الثاني القيد الثاني خمسة سين واحد زائد اربعة سين اتنين اقل من او ساوي تلتين القيد الثالث تلاتة سين واحد زائد سين اتنين اقل من او ساوي خمسة عشر دي قيود هيكلية اخر القيود الاخيرة بنسميها قيود عدم السلبي لضمان منطقية الحل هنا ملاحظ ان المسألة جاية جاهزة فيها صياغة وعايزين نحل ده باستخدام طريق السيمبليكس. ملاحظة جانبية. المسألة دي ينفع تحلها بيانيا وينفع تحلها باستخدام السيمبليكس. ليه? لان اولا بيانيا لان في عندي آآ في عندي متغيرين قراريين فقط. وبالتالي يعني يمكن حل هذه ايه المشكلة? اما باستخدام طريقة آآ طريقة سيمبليكس كحل جابري او باستخدام الحل البياني. طيب نبدأ اول خطوة. تلات قيود الهيكلة اللي قدامنا الموجودة دي هنحولها الى معدلات باضافة متغيرات جديدة. يبقى الخطوة الاولى تحويل الايه المتباينات الى معدلات باضافة متغيرات جديدة. يبقى المتباينة الاولى او القيد الاول كان سين واحد زائد اتنين سين اتنين اقل من او سوا اتناشر ضفنا له متغير جديد سميناها سين تلاتة. القيد الثاني ضفنا له متغير جديد سميناها سين اربعة. القيد الثالث ضفنا له متغير جديد سميناها سين خمسة. يبقى رياضيا عشان تحول متبينة المعدة المفروض تضيف كمية مجهولة. الكميات دي احنا نسميها متغيرات جديدة. وليست آآ اسمها اضافة متغيرات آآ جديدة او اضافية. وليست ايه اساسية. لكن معنى كلمة السياحة حقول لكم ليه جات معنى هنا معنى الاساسية. يبقى ضفنا متغيرات جديدة لخطوة رقم واحد. الخطوة رقم اتنين. هنوجد حل مبدائي. والحقيقة كلمة حل مبدائي هنضع على المتغيرات القرارية باصفار. فلو رجعنا تاني الخطوة السابقة. حطي له هنا كده سين واحد بصفر وسين اتنين بصفر. هتلاقى كده معناها سين واحد بصفر وسين اتنين بصفر. ده اللي تلهادف هتبقى بصفر. لما اتعوض في المواقق عدلات دي بسين واحد وسين اتنين اصفار. هتبقى سين تلاتة باؤناشر وسين اربعة بتلاتين وسين خمسة بخمستاشر. فالحل المبدئي سين واحد بصف. سين اتنين بصف. سين تلاتة باثناشر. وعليه سين اربعة بتلاتين. وسين خمسة بخمستاشر بعد التعويض بقيم سين واحد و سين اتنين. وده اللي تلهدف نفسها هتبقى قيمتها صفر. طيب. الحل المبدئي الحقيقي اللي قدامنا ده ممكن نحطه في جدول. ازاي نحط الحل المبدئي في جدول? هنحط الجدول بانه رقم واحد هيبقى كل المتغيرات عندي هي رؤوس الاعمدة. انا عندي كم متغير دلوقتي. عندي خمس متغيرات. ليه? عندي اتنين متغيرات آآ بسموه متغيرات قرارية. اللي هو ما سين واحد وسين اتنين. وفي عندي تلات متغيرات اضافية. سين تلاتة وسين اربعة وسين خمسة. وبالتالي نقدر نكون جدول بالشكل التالي. ركز معايا في الجدول ده. اول صف فيه يعني سيبك اول عمود هتكلم عليه بعدين. يعني سيب اول عمود دلوقتي. لكن اول صف اول صف فيه بيبقى هو ده المتغيرات بتاعتنا سين واحد وسين اتنين وسين تلاتة وسين اربعة وسين خمسة. وبعدين اخر عمود بنسميه الثوابت. لاحظ كده معايا. القيد الاولاني كان عبارة عن اي? كان عبارة عن نرجع كده القيد الاولاني. كان سين واحد زائد اتنين سين اتنين زائد. سين تلاتة بتساوي كام اتناشر. يبقى الثابت عندي بيساوي اتناشر. معامل سين واحد بكام? بواحد. معامل سين اتنين باتنين. معامل سين تلاتة بواحد طب ما فيش عندي هنا لسن اربعة ولا سن خمسة في القيد الاولاني كأن معاملات القيد الاول معاملات سن اربعة بصفر وسن خمسة بصفر يبقى حنقل الارقام كالتالي تحت سن واحد في القيد الاولاني واحد تحت سن اتنين باتنين سن تلاتة بواحد سن اربعة مش موجودة يعني معاملها بصفر وسن خمسة مش موجودة معاملها بصفر والثابت عندي باثناشر وحنكمل الكلام ده على باقي القيود يعني الصف الثاني يبقى خمسة اربعة صفر لاني ما فيش سن تلاتة واحد لسن اربعة وصفر لسن خمسة تلاتين في الثوابت القيد الاخير هيبقى تلاتة تحت سن واحد واحد تحت سن اتنين سن اربعة سن تلاتة وسن اربعة مش موجودين باصفار معاملاتهم وسن خمسة معاملها بواحد والثابت يبقى خمستاشر نرجع كده نشوف المعاملات دي اهو واحد اتنين واحد صفر صفر خمسة اربعة صفر واحد صفر تلاتين طبعا الثوابت زي ما هم اتناشر تلاتين خمستاشر الحاجة الاخيرة اللي هو الصف الاخير ده اللي هو سالب دال سين سالب دال سين زي ما احنا شايفين سالب دال سين ده بلحط فيه معاملات دالة الهدف لو رجعنا لرأس المسألة دالة الهدف كانت اربعة سين واحد زائد خمسة سين اتنين وطبعا اكيد مش موجود لا سين تلاتة ولا سين اربعة ولا سين خمسة في دالة الهدف لانها متغيرات اضافية فيبقى الصف الاخير لدالة الهدف عبارة عن اربعة وخمسة وباقي المتغيرات الصفرية. ويبقى ده اسمه جدول المبدئي. في عندي المتغيرات كلها. القرارية والجديدة. والمعاملات بتاعتهم. واخر عمود للثوابت. واخر صف لدالة الهدف. لاحظ انا كاتب في دالة الهدف سالب دال شين في الاول. حالوكم ليه? حالوكم ليه بعدين. لان قيمة دالة الهدف في النهاية هتكون قيمة معكوشة بالسالب. فهنحولها الى قيمة موجبة بان احنا بنفكر نفسينا بنحط قيمة السالب لان دي هترجع تعكس قيمة الاي دالة الهدف. يعني اخر نهاية الحل دالسين هتكون نهايتها بالسالب. فهنحنرجع نحاولها الى موجبة من خلال الضرب في سالب واحد. عشان كده كاتب سالب دالسين. اي ان القيمة النهائية هي قيمة سالب دالسين وليس قيمة دالسين نفسها. قيمة معكوشة. ده اسمه جدول سيمبليكس المبدئي. اول عمود فيه الحقيقة عمود مهم جدا. اول عمود عمود مهم جدا. لما احنا عملنا حل مبدئي. لما احنا جبنا حل مبدئي كانت قيمة سين ثلاثة بكام? باثناشر. وكانت قيمة سين اربعة بتلاتين. وقيمة سين خمسة بخمستاشر. فاحنا اول عمود هنكتب فيه المتغيرات الاساسية اي المتغيرات ذات القيمة غير الصفرية في المسألة المحل الايه في البرمجة الخطية محل الحل. يعني هنا بالنسبة لي الحل المبدئي كالتالي. سين واحد مش موجود في العمود الاولاني. صحيح. ده معناها ايه? معناها قيمة سين واحد بصفر. سين اتنين مش موجود في العمود الاولاني. معناها سين اتنين بصفر. سين تلاتة بكام? باتناشر. سين تلاتة اخيرها اتناشر. سين اربعة في الاخر اللي ايه? الصف الثواب التلاتين. سين خمسة في اخر في اخر الصف الثابت بكام بخمستاشر. ده لسين بصفر لان سالب ده لسين بصفر بتضرب في سالب سالب واحد في صفر ده الحل المبدئي او بسميه جدول سيمبليكس المبدئي طيب ليكمل دلوقتي انا عايز الخطوة رقم تلاتة الحقيقة ده فلسفة الحل عبارة عن ايه ان ده حل مبدئي وبالتالي هذا الحل المبدئي انا ببدأ بيه بفترض ان المتغيرات القرارية بتاعتي متغيرات صفرية والحقيقة ده حل مبدئي لكن غير منطقي يعني هتفترض سين واحد بصفر وسين اتنين بصفر اصلا انت عايز تحدد قيم سين واحد وسين اتنين التي تعظم دالة الهدف يبال لازم قيمها بتكون غير صفرية عشان يحصل عندك تعظيم لدالة الهدف طيب فلسفة البرمجة فلسفة طريقة في الحل الجابي بتقول ايه بتقول انك انت دلوقتي المتغيرات اللي موجودة عندك اللي هي سين تلاتة وسين اربعة وسين خمسة ده متغيرات اصلا اضافية ولها قيم غير صفرية المفروض تبدأ تبدأ دلوقتي تحاول تحدد متغير داخل من المتغيرات القرارية تبقى قيمته غير صفرية وتحدد متغير خارج من المتغيرات غير القرارية او الاساسية وتحوله الى صفر يعني هنا عندك دالة الهدف بتصوصف عشان تعظم دالة الهدف لو انت حطيت قيمة سين واحد او سين اتنين بقيمة غير صفرية ده هيحسن عندك قيمة دالة الهدف وهكذا فالخطوة رقم اربعة هنحدد متغير من المتغيرات القرارية من المتغير الداخل من خلال اختيار اكبر قيمة في دالة معاملات دالة الهدف وهنختار متغير خارج من المتغيرات الاساسية هنبدل يعني متغير صفري هيتحول الى غير صفري والعكش فهنبدل سين واحد و سين اتنين مع احد المتغيرات سين تلاتة او سين اربعة او سين خمسة يعني الفلسفة بشكل بسيط هنحدد الاول المتغير الداخل ازاي? ان انا عايز احول شين واحد او شين اتنين يبقوا متغيرات اساسية قيم غير صفرية. فانت بتعمل تعظيم لدلة الهدف. يبقى المفروض تختار المتغير اللي اكبر معامل في دالة الهدف. عشان تعملها تعظيم. بص معايا كده مين هنا اكبر معامل? اربعة ولا خمسة? طبعا خمسة. يبقى خمسة هو ده معامل دالة الهدف اللي بيحدد للمتغير الداخل. يبقى المتغير الداخل هو سين اتنين. وده حنسميه العمود المحوري. يبقى الخطوة رقم اربعة تحدد لعمود المحوري ثم الصف المحوري. عمود المحوري يعني ايه? يعني عمود المتغير الداخل الذي يحول الى غير صفري او اساسي. طبعا والعكس حدد العمود المحوري عايز تحدد الصف المحوري. الصف المحوري يعني ايه? يعني هتحول واحد من الثلاث متغيرات دول يبقى صفري. هتبدله مع سين اتنين. طب هل هو سين ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة? عشان تحدد المتغير الخارج يعني الصف المحوري هتقسم الثوابت على العمود المحوري خلاص نقسم الثوابت على العمود المحوري يعني اتناشر على اتنين بستة تلاتين على اربعة بسبعة ونص خمستاشر على واحد بخمستاشر المتغير الخارج يحدد على اساس اصغر قيمة مين اصغر قيمة هنا ستة ولا سبعة ونص ولا خمستاشر اكيد ستة يبقى المتغير الداخل هو سين اتنين هيتبدل مع المتغير الخارج اللي هو مين سين تلاتة فالعمود بتاع سين اتنين بيسمي العمود المحوري الصف بتاع سين تلاتة بنسمى الصف المحوري والتقاطع ما بينهم من صفي العنصر المحوري والحقيقة القيم دي مهمة جدا لانها هي هتحدد لي ما يتم حسابه في الخطوة رقم خمسة. الخطوة رقم خمسة تحديد او تكوين جدول جديد. عشان تكون جدول الجديد محتاج تلات قواعد زي ما قلنا موجودين في صفحة سبعة وخمسين. بنا دلوقتي ده جدول القديم. عايز اكون منه جدول جديد ازاي? هتبدل سين سين اتنين مع سين تلاتة. يعني هتشيل سين تلاتة من المتغيرات الاساسية وتحط بداله سين اتنين. لكن ترتيب المتغيرات في الصف كما هي بدون تغيير. المين اللي هتغير عندي سين تلاتة? هنشيل ونحط بداله مين سين اتنين? كأنك افترضت ان سين تلاتة اصبح صفري وسين اتنين قيمته اصبحت غير صفرية. طيب هنكون ازاي? لما تعكس سين اتنين مع سين تلاتة. لما لما تبدل سين اتنين مع سين تلاتة. خلاص. يبقى لازم تغير كل القيم اللي جوه وقيم الجدول دي. ففي هنا قواعد بيسموها قواعد تكوين الجدول الجديد موجودة في صفحة سبعة وخمسين. القواعد دي سهلة جدا. قاعد رقم واحد. بيقولك الصف المحوري هتقسمه على العنصر المحوري. هنشوف ازاي. العمود المحوري بقى القيم العناصر باقي القيم اللي فيه تكون صفرية. اما القاعد ده رقم تلاتة. ان القيمة الجديدة بتساوي القيمة القديمة في الجدول القديم. مطروحا منها القيمة المناظرة في العمود. مضروبا في القيمة المناظرة في الصف على العنصر. واقصد بالعمود والصف والعنصر. ايه العمود المحوري والصف المحوري والعنصر المحوري. هنطبق التلات قواعد مع بعض حالا. عشان يبقى الموضوع سهل. هنشوف مع بعض حالا كيفية تطبيق القواعد التلاتة على الجدول الموجود معنا حالا نبدأ ده الجدول القديم خلاص ده فيه اهو العمود المحوري وده الصف المحوري خلينا كده نحط جدولين قصدنا عشان نشوف ادينا تكون ازاي القاعدة رقم واحد الصف المحوري حين في العمود في الجدول القديم الصف المحوري في في الجدول القديم حينزل زي ما هو في الجدول الجديد مع قسمته على العنصر المحوري من العنصر المحوري هنا لاتنين يعني واحد مقسومة على اتنين واتنين على اتنين واحد على اتنين وصفرة على اتنين وصفرة على اتنين واثنشر على اتنين ده كده تكوين الصف الجديد المقابل للصف المحوري يبقى الصف المحوري مقصوما على العنصر المحوري ده بيكون لي الحقيقة بيكون لي اول صف القاعدة رقم اتنين باقي عناصر العمود المحوري اصفار فين العمود المحوري اهو فين باقي العناصر اللي اربعة واحد وخمسة في الجدول القديم تتحول الى اصفار في الجدول الجديد فيبقى القيم كالتالي اهو صفرية صفر 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 كده احنا كوننا جدوى كوننا في الجدوى الجديد كوننا صف وعمود طب باقي العناصر بالقاعدة رقم 3 يبقى الصف المحوري كونناه بالقاعدة رقم 1 العمود المحوري كوننا القيم بتاعته الجديدة بالقاعدة رقم 2 باقي العناصر بالقاعدة رقم 3 القاعدة رقم 3 بتقول ايه بتقول القيمة الجديدة هناخد مثال بسيط مع بعض ناخد مثالين مثال القيمة اللي بالأحمر دي خلاص وحناخد مثال القيمة اللي بالأخضر ونشوف ازاي نكون القيم القيمة اللي بالأحمر دي المقابل ليها دي القيمة الجديدة عايزيني جيبها المقابل ليها في الجدول الأديم كام خمسة القيمة رقم خمسة في الجدول الأديم المناظر ليها في الصف المحوري القيمة واحد والمناظر ليها في العمود المحوري القيمة أربعة يبقى القيمة الجديدة اللي بالأحمر حتساوي القيمة الجديدة بتساوي القيمة القديمة مطروحا منها 1 في 4 على 2 المناظر في الصف مضروبا في المناظر في العمود على العنص المحوري يعني 1 في 4 على 2 يديك 2 يعني 5 ناقص 2 ب3 يعني مفروض القيمة الجديدة اللي في الخان الاب الأحمر تبقى بتساوي 3 جات من 2 5 ناقص 1 في 4 على 2 القيمة القديمة ناقص المناظر في الصف المحوري مضروبا في المناظر في العمود المحوري مقسوما على العنصر المحوري يبدين القيمة دي كام؟ 3 هنشوفها مع بعض حالا طب ناخد مثال تاني اللي بالأخضر دي هتساوي كام؟ هنجيبها ازاي؟ اللي بالأخضر دي القيمة القديمة لها كام؟ 0 طب والمناظر في الصف 12 والمناظر في العمود المحوري 5 يبقى القيمة الجديدة اللي في الخنب الأخضر بتساوي 0 12 5 على 2 12 في 5 ب60 60 على 2 ب30 0 نقص 30 بسالب 30 ويبقى لو بصين على القيم يبقى القيمة اللي في الأحمر تبقى 3 والقيمة اللي في الخنب الأخضر بتبقى سالب 30 وفكرك تاني دالت الهدف بالسالب لكن في الآخر هتخليها بالموجب لما تضرف في سالب دالشين طيب دي سالب 30 لو مش واضحة في الجدول نكمل بقى القيم بنفس الطريقة خد أي قيمة اهو القيمة دي دي عايز اجيب قيمة جديدة بتساوي كام دي؟ صفر كقديمة تبقى صفر ناقص واحد فاربعة على اتنين واحد فاربعة على اتنين باتنين صفر ناقص اتنين بسالب اتنين تبقى المفروض يبقى كام؟ سالب اتنين وكمل باقي القيم هيتكون عندك الجدول بالشكل التالي اللي انتو شايفينه يبقى الصف المحور يجيبناه بالقاعدة رقم واحد العمود المحور يجيبناه قيمه بالقاعدة رقم اتنين باقي العناصر بالقاعدة رقم تلاتة محتاجة منك تطبيق القاعدة رقم تلاتة عشان ما يحصلش عندك لاخبطة. كده احنا كونا الجدول الجديد وده الخطوة رقم كام? الخطوة رقم خمسة. بعد ما كونا الجدول الجديد بالقاعدة رقم خمسة وارجو يكون واضح بالنسبة لكم. خلاص كده ارجو يكون الجدول واضح. هنحاول اوضحه. نحاول نوضح الجدول نطلعه الفوق شوية. تمام كده? والجدول اللي بعده كمان. تمام? طيب. نرجع كده للجدول اللي احنا كوناها. احنا كده وصلنا لخطوة رقم خمسة. جبنا الجدول الايه? الجدول الجديد. دلخطوة رقم خمسة. تابع مع بعض. دلخطوة رقم خمسة. جب الخطوة رقم خمسة اهو. كان عندي جدول قديم. كونا منه جدول جديد بالتلات قواعد الموجودة في صفحة سبعة وخمسين في الكتاب. وصلنا كده الجدول الجديد. اهو. صافي بدون اي تغييرات. الجدول الجديد. خطوة رقم ستة المفروض. ده الجدول اللي احنا كوناها. عايزين نشوف هل هنا هل ده حل امثل ولا لا? قبل ما اقول هو هل حل امثل ولا لا? فين الحل? بص معايا كده. دلت الهدف بتساوي كام? دلشين بتساوي تلاتين. ليه? لان شالب دلشين بتساوي شالب تلاتين. يبقى دلت الهدف بتساوي تلاتين. طب سين واحد بكام? بص على العمود الاولاني. في عندك سين واحد? لا. يبقى سين واحد بصف. سين اتنين بكام? بص عندك في العمود الاولاني. فيه سين اتنين نعم بكام بستة. سين تلاتة مش موجودة يبقى بصف. سين اربعة بستة. سين خمسة بتسعة. يعني اي متغير مش موجود في العمود الاول يبقى متغير غير اساسي. يعني قيمته صفرية. طب الحل اللي قدامك ده ان سين واحد بصفر وسين اتنين بستة وسن تلاتة بصفر وسن اربعة بستة وسن خمسة بتسعة وده لسين بتساوي تلاتين هل ده حل امثل خطوة رقم ستة بنعمل فحص الامثلية الحل بشكل بسيط جدا هتحدد الحل امثل ولا لا تبص على اخر شرف اذا كانت كل الارقام او المعاملات سوالب او اصفار اذا لدينا حل امثل اذا كان هناك ولو قيمة واحدة غير صفرية او غير سالبة يبقى ما لدينا ليس بحل امثل فنرجع الى الخطوة رقم اربعة بتحديد عمود محواري وصف محواري وعنصر محواري والخطوة رقم خمسة تكوين جدول جديد والخطوة رقم ستة بفحص امثلية الحل يعني الخطوة رقم ستة اما تبقى هي اخر خطوة او ترجع تاني للخطوة رقم اربعة وخمسة وستة وهكذا ممكن تعيد تكرر تكوين جداول سيمبليكس حتى الوصول الى الحل الامثل عشان كده طريقة سيمبليكس هي طريقة سهلة ومبسطة نعم ولكن طريقة تكرارية فيها تكرار طيب الجدول اللي قدامنا ده هل الصف الاخير كله اصفار وسوابت وسوالب اصفار وسوالب الاجابة لا عندي هنا فيه رقم واحد موجب وهو معامل سين واحد يبقى الجدول ده ليس بالحل الامثل نرجع للخطوة رقم اربعة خطوة رقم اربعة بتقول هي تحديد العمود المحوري على اساس اكبر قيمة موجبة ثم تحديد الصف المحوري اصغر قيمة بعد قسمة الثوابت على العمود المحوري ثم تحديد العنص المحوري وتقاطع الصف المحوري مع العمود المحوري يعني اهو هنبص مع بعض. العمود المحوري فين? فين اكبر قيمة موجبة هنا? واحد ونص. يبقى العمود المحوري هو سين واحد. طيب مين الصف المحوري? نقسم الثوابت على نقسم الثوابت على العمود المحوري. عندك ستة على نص باتناشر. شتة على تلاتة باتنين. تسعة على اتنين ونص بتمانتاشر. فين اصغر قيمة هنا? القيمة اتنين. يبقى هو ده الصف المحوري. يبقى كده احنا حددنا العمود المحوري والصف المحوري. يعني ايه الكلام ده. يعني حنكون جدول جديد ولكن حنستبدل سين اربعة. آسف. حنستبدل سين واحد بسين اربعة. يعني حنشيل سين اربعة من التغيرات الاساسية ونحط السين واحد ونعيد تكوين الجدول من جديد بناء على القواعد اللي احنا قلناها من شوية الموجودة في الكتاب في صفحة سبعة خمسين. طيب نعيد تاني التكوين. اه طبعا المفروض ما عدش الكلام ده تاني معاكم. ليه? مش احنا قلنا قواعد التلاتة هي عبارة عن ايه? الصف المحوري ده هنكونه زي ما هو مقسوما على العنصر المحوري. يعني الصف التاني ده هيبقى عبارة عن الارقام ده كلها مقسومة على كام? على تلاتة. وباقي العمود المحوري يبقى اصفار وباقي العناصر بالقاعدة رقم تلاتة اللي احنا قلناها. لو سمحت راجع الكلام ده وانا حديك على طول الجدول مكون بالشكل التالي. او خلاص فاضي. هنحط الصف مقسوما على تلاتة. باقي العمود اصفار. وبالقاعدة رقم تلاتة هكون باقي القيام. ارجع ده. ولو سمحت تأكد منها وموجود عندك الحل في صفحة من صفحة سبعة وربعين وتسعة وخمسين. تأكد من النتيجة اللي انا بديهلك دلوقتي. هنبص مع بعض على اخر جدول اهو. هل هذا حل ام لا? تاني. هوريكم الجدول بشكل اوضح. ونشوف هل عندنا حل امثل ام ليس بحل امثل. عشان نقرر هل هنرجع للخطوة رقم اربعة تاني ولا كده تبدي اخر خطوة بالنسبة لها. بصوا معايا كده. لفحص امثلية الحل تاني. هنبص على اخر صف. هل اخر صف اصفار وسوالي بالاجابة نعم. عندك معامل سين واحد بصفر. معامل سين اتنين بصفر. سين تلاتة بسالب تلاتة على اتنين. معاملها. سين اربعة بسالب نص. سين خمسة معاملها صفر. دالة الهدف بتلاتة وتلاتين. ليه سالب دال سين بتساوي سالب تلاتة وتلاتين. يبا دال سين بتساوي تلاتة وتلاتين. هل ما لدينا والحل الامثل. الاجابة نعم. طب ما هو الحل دالة الهدف بتساوي تلاتة وتلاتين. ودي كانت نهاية عظمى. يبا دا اكبر قيمة لدالة الهدف يمكن تحقيقه. قيمة سين واحد باتنين. قيمة سين اتنين بخمسة. وسين خمسة بتساوي اربعة طب ما هي قيمة سين تلاتة وسين اربعة مش موجودة في العمود الاول تبقى قيامهم صفرية يبقى احنا كده وصلنا الى الحل الامثل زي ما قلنا انه سين واحد باتنين سين اتنين بخمسة سين خمسة باربعة واعلى قيمة او نهاية عظمى لدالة الهدف وهي القيمة تلاتة وتلاتين ده الحقيقة الحل بطريقة السيمبليكس ارجع معاكم لاول سلايد ولخص تاني انه طريقة بتعتمد على ست خطوات زي ما قلنا اول خطوة بتحول المتباينات الى معادلات باضافة متغيرات جديدة الخطوة رقم اتنين انك لازم توجد حل مبدئي حل مبدئي يعني ايه يعني تحط قيمة المتغيرات القرارية اللي عندك باصفار وتجيب قيم المتغيرات الجديدة او الاضافية وتجيب قيمة دالة الهدف بعدين بتحط ده في جدول بنسميه جدول سيمبليكس المبدئي بعدين رقم اربعة بتبدأ تحسن من الحل بتاعك انك المتغيرات الصفرية اللي هي المتغيرات القرارية تحاول تدخل منها صاحب اكبر معامل يبقى هو متغير داخل وفي احد المتغيرات الاساسية اللي هو اصغر قيمة بعد قسمة الثوابت على العمود المحوري يبقى هو المتغير الداخل الخارج يبقى عندك داخل وخارج اي ان متغير هيصبح صفري ومتغير هيصبح غير صفري الداخل يبقى غير صفري والمتغير الخارج هيصبح صفري وبالتالي كل شوية هتعيد تكوين الجدول بالقواعد الثلاثة اللي احنا قلناهم في صفحة 57 القعدة رقم واحد تقسم الصف المحوري على العنص المحوري باقي عناصر العمود المحور أصفار والقعدة رقم ثلاثة لتكوين باقي القيم مثال ده الحقيقة مثال بسيط بيبين كيفية حل البرمجة الخطية باستخدام طريقة شامبكش في ملاحظات مهمة جدا هنا الملاحظة الاولى ان الخطوة رقم واحد بتضيف في كل قيد متغير متغير جديد بتسميه اسم جديد يعني مثلا لو لحظتنا هنا القيد الاولاني اضافت السين ثلاثة القيد الثاني السين اربعة المتغير القيد الثالث سين خمسة لازم تغير المسميات ما انفعش تستخدم نفس المسمى وإلا هيبع عندك اكثر من متغير بنفس المسمى وده مش هيساعدك انك انت تستمر في الحل ده الملاحظة رقم واحد الملاحظة رقم اتنين الحل المبدأي ان المتغيرات القرارية هي اللي تبقى قيم صفرية وعليه المتغيرات الاضافية او الجديدة هتبقى هي المتغيرات غير الصفرية وحنسميها المتغيرات الاساسية وانه دايما الصف الاول فيه كل المتغيرات ويفضل الترتيب يعني تبدأ بسين واحد اتنين وهكذا طبعا مش لازم تسمي المتغيرات الجديدة سين ثلاثة واربعة وخمسة ممكن تسميه صد واحد وصد اتنين وصد ثلاثة يعني مفيش مشكلة لكن الترتيب مهم حط الترتيب زي ما هو زي ما موجود في القويد الهايكلية والمتغيرات الإضافية عشان يسهل عليك متابعة الحل بعد كده الملاحظة رقم 3 انه دالسين بنحط قبلها سالب عشان يفكرنا ان اخر قيمة لدالسين في الاغلب بتبقى قيمة معكوشة فبنضرب فيه السالب عشان نرجحها للقيمة الاصلية الملاحظة رقم 4 في تكوين الملاحظة رقم 4 في تحديد العمود والصف العنص المحوري الترتيب مهم انك لازم الاول تحدد العمود المحوري ثم الصف المحوري والعمود المحوري باكبر قيمة موجبة في دالة الهدف والصف المحوري باصغر قيمة بعد قسمة الثوابت على العمود المحوري يبقى التحديد العمود ثم الصف الترتيب مهم لان فيه طريقة سيمبليكس البديلة هنقوله في المحاضرة اللي جاية بتعكس هنا عندي الخطوطين دول في الخطوط رقم اربعة بتعكس بتحدد الاول الصف المحوري ثم العمود المحوري دي الملاحظة رقم اربعة الملاحظة رقم خمسة الخطوات القواعد في تكوين جدول سيمبكس الجديد خلي بالك من الخطوط رقم ثلاثة ضرب نفسك عليها عشان خاطر تعرف تكون باقي عناصر الجدول بشكل سليم لان اي خطأ في الحسابات هتطلع عندك الحل النهائي غير مضبوط او غير دقيق واخر ملاحظة مهمة جدا ان اي متغيرات غير موجودة في العمود الاول بتبقى قيامها صفرية يعني هنا مثلا الجدول ده وده جدول هل ده حل امثل قلنا لا ليه لان فيه عند قيمة موجبة لكن لو قلت لك اوجد قيم سين واحد واتنين وتلاتة واربعة وخمسة من الجدول وده لتالهدف هتعرف تجيبهم ليه موجودة عندك القيم كلها اي متغير غير موجود في العمود الاول تبقى قيمته صفرية وبعدين باقي الايه باقي المتغيرات الموجودة تجيب قيمها عادي من الثوابط وده اللي يتالهدف قيمتها هي القيمة الاخيرة ده الحقيقة تلقيص طريقة سيمبلكس في الحالة الاولى ونركز بالنا هذه الخطوات وهذا الحل فقط في الحالة الاولى لسيمبلكس اقصد بالحالة الاولى اللي هي ايه يا شباب انه عندي كل القيود الهيكلية اقل من او يشاوي ان شاء الله المحاضرة اللي جاية حنكمل الحالة التانية انه لو كان في عندي احد القيود اصغر اكبر من او يشاوي في الاغلب حتكون دالة الهدف نهاية عظمى نهاية صغرى يعني نهاية عظمى معها كل القيود اقل من او يشاوي لكن ممكن تكون دالة الهدف نهاية عظمى واحد القيود اكبر من او يشاوي لكن ان شاء الله المحاضرة الجاية حشرح لكم الحالة التانية وهي دالة الهدف نهاية صغرى والقيود كلها او بعضها اكبر من او يشاوي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته